السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدمة في منتخب مصر قبل لقاء تونس الفراعنة في وضع صعب قبل لقاء نصور قرطاج تسير الأمور في منتخب مصر عكس الاتجاه قبل مواجهة نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021 الفراعنة ونصور قرطاج من المقرر أن يلتقيان غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة على ستاة تسعمية أربعة وسبعين وكانت مصر قد عبرت لنصف النهائي بعدما تغلبت على الأرض بسلاسية مقابل هدف وحيد في ربع النهائي ومن قبلها بتصدرها المجموعة الرابعة في دور المجموعات برصيد سبع نقاط أما تونس فصعدت بالفوز أمام عمان بسنائية مقابل هدف وحيد في ربع النهائي وبدور المجموعات تصدرت المجموعة الثانية بست نقاط في الوقت الذي يحاول به الجهاز الفني للفراعنة بقيادة كارلوس كيروش تجهيز لعبيه لقبل النهائي تلقى خبرا صادما من الجهاز الطبي ووفقا للعلام الرياضي أحمد شوبير فإنه تأكد بشكل رسمي غياب الثلاث حمدي فتحي أيمن أشرف وأحمد حجازي عن مواجهة تونس لعدم اكتمال شفائهم من الإصابات التي لحقت بهم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام الجزائر وأشار شوبير إلى أن موقف الحارس محمد الشناوي لم يتحدد بعد لكن المحاولات مستمرة للحاقه بالمباراة ولمشارك الشناوي في مران ليلة أمس اكتفى بالجاري الخفيف حول الملعب وقبل مران اليوم سيتحدد موقفه من المشاركة من عدمها على الجانب الآخر في المنتخب التونسي اكتملت الصفوف بمشاركة الزهيرة الأيصر علي معلول في مران أول أمس الأحد بعدما غاب عن السلاس مبارايات الأخيرة وانضم كذلك لتدريبات الأمس المدافع منتصر الطالبي بعدما سمح له ناديه روبينغ كازان الروسي بالانضمام لمنتخب بلاده وكان هناك اتفاق مسبق بين الجانب التونسي والنادي الروسي للمدافع بالمشاركة مع نصور كارتاج حال نجاحهم في الوصول لنصف نهائي كأس العرب ترجمة نانسي قنقر